السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم معي من جديد في مطبخ سليف حسناء كنتمنى اخواتي يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير في احوال طيبة وصحة جيدة ان شاء الله كما كتلحت اخواتي بما اننا في بلوقيت دي الكرموس او دي التين فنستغلوا هذا الفترة هذه ونحضروا المربة دي التين اللي كيجي صراحة للديد وكيبقى صالح المدة اكتر من سلامة توقع عليه تشي حاجة وهالطريقة صراحة هي المعتمدة عندي في جميع انواع المربة كيجي صراحة اي نوع دي الفاكهة في المربة زوين بزاف فاندزول مكونات وطريقة التحضير فاخديت السا كيلو دي الكرموس الاسود او الاتين الاسود غسلتهم مزيان كنحاول ان قطع غير هاد الرويسات نحييدهم صافيو كنقسم الكرموسة او الاتين على ربعة باش كيجيوني هادوك الطريفات واضحين في المربة من نتي طيب اضفت عليهم ثلاثة كيلو دي السكر فالكيمية دي السكر اللي اعطيتكم راهها مضبوطة مئة بالمئة الان قصنا من هاد الكمية دي السكر فالمربة ما غديش يتعسل مزيان ومغايجيش يعني زوين في الاكل ديالو وغادي ما غايبقاش محافظ على الصلاحية ديالو مدة طويلة هادا هو اللي بغايت نقصد اخواتي ولكترنا النسبة دي السكر كتر من هاد الكمية اللي اعطيتكم فرا غديجي المربة حلو بزاف وفي الماداق ما كيجيش يعني الماداق دي لتين واضح فالكمية اللي اللي اعطيتكم حاولوا تقيدوا بها اخواتي فهي ناجحة مئة بالمئة غدا نحاول لبس مزيان هادا الكرموس هادا ولا هاد تين بالسكر باش كيطلق لنا هادا كسيرو اللي غايطيب فيه من بعد المربة بالنسبة لها التين اللي لو نديله اخضر فك نحاول ننقيه ونحاول نختاره التين ولا الكرموس اللي تكون فيه القلب كتر من القشرة كين الكرموس اللي كتكون فيه يعني القشرة كتير على القلب وبالتالي ما تيجيش الزوين المربة فيه فهذا هو علاش كنختاره التين اللي كتكون فيه كيكون فيه عفو القلب كتر من القشرة اللي كتكون على برة فكنحاول ننقي هادا الكرموس هادا وتنقسمه غير على جوج لانا اه الحبة دي لهاد الكرموس هادا صغيرة بزا فهذا هو علاش قسمته غير على جوج بهالطريقة هذي باش كيجينا المربة التقيل كيما غتلاحظوا معي اخواتي وبالنسبة لهد الكيمية هذي فعندي هنا ايا جوج كيلو هنضيف عليه كيلو ونص دي للسكر الخشين والسكر الساني دا كتكون كافية وغدا نحاولو نخليو هادا الكرموس هادا ولا هادا تين يبات ليلة كاملة ضروري انا جميع انواع المربة كنخليهم يباتوا ليلة كاملة حتى اللي غدلي في الصبح عد باش كنطيبهم يعني باش كطلق لنا داك السيروم زيان وكي طيب فيه اه النوع دي الفاكهة اللي بغيتوا ترجعوه مربة وكيجي سراحة انا رائع جدا فنحاولو اللبسو مزيان هادا تين هادا بالسكر هاد الشكل هادا اخواتي يعني وخيبه لنا كيف غندا نوريكم راه اطلق السيرو ونبغيو نطيبوه من الاحسن تخليوه يباتلي لكاملة هادا تين هادا باش كي يطاعف لنا مزيان الكيمية دي السيرو اللي غدا يطيب فيه وكيجينا المربة عاقد وكيجينا في واحد اللمعة زوينة كيما غتلاحظو معي ان شاء الله في اخر الفيديو فكنحاولو نطلعو السكر اللي لتحت باش ما كيبقاش يعني متكتل لنا لتحت السكر هاد الشكل هادا اخواتي وكيما كتلاحظو معي اخواتي هنا ما زال يالله اه اه غدا نخلي هادا الكرموس يباتلي لكاملة بتلاجة باش الصباح تكون يعني جاهز اننا نطيبوه انتم يعني تيباني راه اطلق السيرو احنا ما زال ما خليناش يعني دوزوا حد الفترة عد كيبالي نسيرو راه اطلق ولكن مع ذلك تخلي وهي باتلي لكاملة ناكد على هاد النقطة باش كيجينا المربع زوين بزاف في الصباح تن نخدو حد الطنجرة وتنوضع فيها اه تين او للكرموسي طيب يعني هاد الرغوة ما تحيدوهاش غير خليوها لانه مشي بحل المرب مشي بحل عفوال الليمون ولا المشماش ولا الحامض تنحيدوها فهدي غير خليوها مع الطياب ما غداش تبقى بينا فكن نقصو البوطن زيان وكنبقاو مرة مرة تنحركو في المربع حتى كي طيب كيما كتلاحظو معي اخواتي هنا المربع رأي الله بداتي تعس اللينا هانتوما كيما كتلاحظو معي اخواتي وهذا المربع اللي في اللون الاخضر هو هاد غي هو كل مرة ندزو نحركو المربع ونقصو البوطن زيان باش ما يتحرقش لينا لتحت ديال الكوكوت او ديال القنجرة اللي سنطيبو فيها وكيما كتلاحظو معي اخواتي هنا المربع رصافي رهوجد باش غنعرفوه رهوجد وان نسبة السكر اللي اضافنا هي هديك المعلقة كتبالينا يعني ما كتنزلش هديك اللمعة كلها كتبقى تبقى تبالينا المعلقة مع اسلة فهنا كيكون المربع رهوجد وكنطفيو عليه وسنخليوه برد مزيان وتبقى اخواتي هادو الشكل نيائي ديال المربع بعد ما برد مزيان يعني وخا كان كيبان خفيف رهمني تي برد كيتقال ما تبقىوش يعني نخليوه فوق البوطن حتى كيتقال لا تقال وجا برد رغدي ولي قاصح بزات فهانتو ما كيفاش كيكون اخواتي هادا اللي باللو الاخضر والاخر اللي باللو الاسود التيل اللي باللو الاسود فكما كتلاحظوا معي المعلقة فيها المربع مع السل تبان وتقيل وتيل ما لاحظوا اللمعة يعني نسبة السكر اللي ضفنا ليه فهي يعني محددة ومضبوطة فمن بعد اخواتي خديت القراعي وعقمتهم فحط طنجرة كبيرة فيها الماء صافي وكننشفهم زيان وكنعمرهم بهم المربع وتنديرهم في المجمد ما كتوقع ليه تشي حاجة مدة اكتر من سنة كيبقى المربع كيف يالله طيبنا هانتو ما كيفاش كيكون اخواتي لاحظوا يعني الملعقة كيفاش كتبان فيها هاد اللمعة هادي فالمربع ناجح وما تخافوا علي ما انتشي حاجة يعني كيبقى هو هو فان شاء الله تجربوا هالطريقة هادي بصحة والراحة او اي حاجة ما واضحاش اخواتي اي حاجة ما انفهماش خليوها لي ان شاء الله في التعاليق نجاوبكم عليها بك نشكركم اخواتي شكر كبير بزاف بزاف على حسن المتابعة وعلى التعليقات اللي كتخليوا لي وعلى التشجيع ديالكم فشكرا شكرا لكم اخواتي انتم اخواتي كيفاش كيكون يعني هاد المربع كان خفيف مني طفيت عليه ولكن مني برد يلا اخذ هاد القوام ديالو وجه هو هاداك فنحاول يعني غير تبالينا المعلقة تعسلات والابقات يعني فيها ذاك السائل ديال المربع اه تقيل صافيك نحبسوه نطفعو البوضة مبقى لي اخواتي الى نقول لكم صلى الله وفرصكم